طبعاً قدر الله مشاء فعل أنا لا طالع أتحجج ولا تعصب ولا تنيل ولا أي حاجة بس اللعيبة دي لو نازلة تلعب على حياتها وروحها مش هيلعبوا بالخوف ده والله مايلعبوا بالخوف ده والارتباك ده أحمد عبدالآدر النهاردة نازل حالف لايلم خمس لعيبة وقبلك ويطلع من الخمس لعيبة يطلع على كازا بلانكا يمرأسهم كلهم النهاردة محمد هاني بيقول للعيب اللي هو اسمه زهير المترجم تجبت هدف واحد ما يكفيش هدف واحد زي هتاخد رجل المباراة يعني تعالى لما عزمك على الجون التاني وقب بيتفرج عليه حسين الشاحات مش عارف يثبت الكرة أو يستلم الكرة في الستة يرضى في مرمى عين الأطراب بتاعيه يعني انت النهاردة مش عالي معلول ده انت عالي مصحور محمد هاني تقريباً لو بتعرف ترفع ولا بتعرف تباصي ولا تعرف تعمل أسست ولا تعرف تهجم ولا تعرف تدافع ولا بتعرف تعمل أي حاجة جاي ميتين أم النادي تعمل إيه أنا برضو معرفش الجمهور النهاردة بتاع الوداد المغربي هو أبالك المفروض يا جماعة انتوا ما جايبين ليزر ما عنديش مشكلة وجه الليزر على اللعبة بتاعت الأهل إنما توجه الليزر على الكاميرا اللي بتنق المباراة عميته دين أمي والله يا عميتوني ما عارفاش قاعدين بترازونا وإحنا قاعدين في بيوتنا في الشامبرة اللي أنا قاعد فيها بترازيني قاعد بالديني يا عم يدايق لعبة الأهل الجمهور النهاردة بتاعنا جاي حالف لا يزبط إنه هو من الأسرة التاسعة عشر من الفرعنة قاعدين زي الصنم متحنطين لعارفين يهتفوا ولعارفين يشجعوا ولا أينيلا تقريبا ده الجمهور بتاع إيه جيف اللي احنا قلنا عليه وإنت عم الخطيب يعني بعد إذنك هي لفتحة صدر ولا عنجهة ولا الكلام ده كله إنت كان المفروض نزبط على موقفنا نهدد إن إحنا ننسحب نهدد إن المباراة لازم تتلعب في استاد تاني لكن تقدم المدرب واللعيبة كبش ضحية علشان الناس كلها هتقطع فيهم أنا بالنسبة لي برضو اللعيبة ما لعبتش أنا بالنسبة لي مش شايف أي حاج أنا لا شفت هجوم ولا شفت نيلة ولا بتاع لأحمد عبدالقادر ولا حسين الشحات وقالو ديانجي يعني إنت بتلعب المفروض إن هو ماتش العمر بتلعب أوسخ مباراة وإنت يا عم مسمان دماغك مطربة ليه دماغك مطربة ليه؟ يعني النهاردة نزلنا بلا هوية هجومية ولا هوية دفاعية لا المفروض اللعيبة بتاعة الوداد المغربي إنت شميت وعارف من أول عشر دقيقة اللعيبة نازلة بتسدد من خارج الثمنتاشر يبقى تقدم كده ياسر إبراهيم وآيمن أشرف يعملوا بريسا عفان من برى الثمنتاشر عن اللعيبة عشان ما تشوت جات لك تزديدة من اللعاب اللي اسمه موبينزا وما تتعصش بعد كده شاط ظهور المنترجد ده جاب الهدف الأول لهم بعد كده ظهور المنترجد جاب الهدف الثاني لا عندنا دفاع ولا عندنا هجوم ولا عارفين نلعب ولا عارفين نتنايل تغييرات برضو متأخرة نزلنا مجد أفشا ونزلنا محمد شريف ونزلنا عمر السولية وبرضو نفسي شكل اللعيبة اللعيبة ولا عارفة تلعب ولا عارفة تتنايل ولا أي حمد الشناوي مش لها كرة يلعب عمال يدور على كرة حارس المرمى بتاعنا مش عايزين يدوله كرة طول المطش الكرة دايما مفسية ولا منفوخة ولا أي حاجة ولا بتاع قاعد بوز الإغس اللي اسمه متسبي وغبالك ويلكع وغبالك والخطيب ومش عارفه ومنظر والله العظيم مقذس جدا جدا للكرة المصرية والله العظيم اتقل كرامتنا انت كان المفروض حافزت على الكرام يعني ما اتعزناش مثلا من مباراة مصر والسنغال والتدابير اللي حصلت فيها والكلام ده كلها احنا برضو هنلعب وإحنا الشجعان وإحنا النيلة وإحنا مش عارف هيه ونازلين خايفين ليه مش عارف انت نازل خايف ليه انت كنادي عالي نازل خايف ليه ايه اللي خايف يعني العب مباراة العب زي الرجالة ايه بدا لو كنت بتلعب في استاد القرارة كنت هتخسر والله يا كنت هتخسر ويقول لك أصلك دفاع الويداد يا جماعة المحللين قبل المباراة وغبالك وكمان يوسف شيب ودوت وطرق دياب قاعدين عملين يستفيد زواء الجمعة وبتاع والتذاكر النهارده تبعونا 2500 تذكرة احنا مش رحين فرح احنا مش رحين فرح دستاد ومباراة ومش عارف ايه تبيع 40 ألف تذكرة للويداد المغربي والأهل 2500 تذكرة مش فاهم يعني انتوا عازمينهم على العشاء يعني عازم الجمهور بتاع الأهل على العشاء ولا ايه مش فاهم يعني النهارده كل حاجة كانت ضد النادي الأهل كل حاجة النهارده كانت ضد النادي الأهل المفروض النهارده يعني نطعز يا جماعة يعني نفكر كده ونطعز ويبقى لينا كرامة ويبقى لينا شخصية وناخد مطش مصري والسنغال خير مسيل ونحاول ان احنا نضغط على الاتحاب بتاعنا وليه احنا اصلا ما نقدمش اصلا ان احنا المباراة النهائية يبقى عندنا وليه ما نقعدش نفكر وليه ما يبقاش عندنا اتحاد مصري زي الرئيس الاتحاد اللي عندهم لسه ملكع زاكي وفاهم وبيحاول ان هو يعني يخدم بلده ويخدم النادي بتاعه انما احنا النهارده بقى السنادي بالصلاة عن نبي كده كوسكوسي السنادي ان شاء الله انجازاتنا كلها الصفر زي الصفر اللي خدناه في تنظيم كاس العالة كاس امم افريقية ولا تصفيات كاس عالم نجحنا في ميتين امها ولا دوري عبطال افريقيا خدناه ولا حتى كونفودرانية ولا اي حاجة ما عملناش اي حاجة ما عملناش اي انجاز على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الاندية كدنا ستين نيلة فعلا والله العظيم حاجة تحرق دم سيبك ان احنا حتى يعني احس ان احنا لعبنا وخسرنا كورة كان نفس ان انا اخسرك لكن لا اللعبة ولا لعبة ولا عملت اللي عليها وبنلعب في ظروف من ايلة بستين نيلة كان ايه لازمتها امي خطيب كان ايه لازمتها فاتق ما تتعلم يا عم من صالح سليم ايه عرف صالح سليم كان بيعمل ايه في مواقف زي كده انما ان احنا النهاردة نتهاني الاهانة دي ويبقى منظرنا كده وناخد اتنين مع الرأفة واللي عبقى مش عارف عملا ركابها بتخبط وانت يا عم حسين يا شاحات النهاردة في المباراة كنت عامل زي الضفر الخفيف اوالله مش عايز تتائل على الناس كده لا عارف تهكم ولا عارف تستلم ولا عارف اي حاجة مختفي تماما وبيرسيتاو اللي هو ابن عم المتسماني اللي لازم ينزله دايما ولازم يفضل يلعب بالبيرسيتاو طول المباراة ومحمد شريف اللي كل المباراة ينزله عشر دايما ولا حاجة يجيب لك هدف وبتاعه خلاص خلاص مفيش مشكلة بكل روح رياضية مبروك طبعا للشعب المغربي مش للوداد المغربي ولا الجمهور بتاعه ما عندناش اي مشكلة يعني الحمدلله احنا ناس روحنا رياضية عالية مفيش مشكلة انما الجمهور ده عمال يوجه الليزر في وشي بتوجهه الليزر في وشي والله العظيمة شفت والله اي انا اتعاميه قاعد عملت ووجه تشوف الكاميرا فين كأنك بتدهين انا بيطرزيني وانا قاعد في البيت بتاعه ولا في الشنبرة بتاعتي على اموم الموضوع مش مستهلز الا اي حاجة الواحد كان مجاهز تشيرت النادي الاهلي ويلبسه ويطلع يفرح ويمشي في شوارع وهران ويقعد يحتفل مع الناس والناس تهنيه وبتاع لبستنا الليسود يا عمال